اكثر من اسبوعين والمدن الايرانية تصارع مياه السيول والفيضانات في واحدة من اكبر الكوارث التي تضرب البلاد لكن اهل الاحواز العربية ليسوا في المصيبة السواء مع باقي تلك المناطق حيث يتهم السكان السلطات الايرانية بتعمدها فتح بوابات السدود لاغراق بيوتهم واراضيهم الزراعية التي يعتاشون منها ويقول رئيس اللجنة التنفيذية لاعادة شرعية دولة الاحواز عارف الكعبي ان طهران اغرقت مزارع ومساكن الاحوازيين بشكل متعمد بهدف تهجيرهم وتحقيق رغبة النظام في تغيير التركيبة الديمغرافية للاحواز العربية من جانبها تعترف السلطات الايرانية ان تصريف مياه السدود والخزانات يؤدي الى ارتفاع مستوى مياه الفيضانات لكنها تعتبره من الاجراءات الضرورية لمنع انهيارها وهي نقطة يؤكد الناشطون الاحوازيون انها تخفي الكثير من الظلم لاهالي الاحواز الذين يدفعون الثمن مرتين مرة عندما حرموا من مياه الانهار وجفت اراضيهم جراء السدود التي اقامتها الحكومة بحجة نقل مياهها الى المدن الرئيسية الواقعة ضمن المحافظات الفارسية والمرة الثانية حين ارتفع منسوب مياه السدود وفتحت بواباتها واغرقت اراضي الاحوازيين ورغم تفاعل قضية بناء السدود بشكل كبير والشكاوى المستمرة من نواب المناطق المتضررة ثم تمن يقول ان الحكومة تتلاعب بهم فحين يخرج الالاف من ابناء المناطق التي تحولت مجاري انهارها احتجاجا على بناء السدود عليها يخرج بالمقابل اخرون في المدن المركزية للتظاهر ضد توقف عمليات تشييد السدود لتظهر الحكومة وكأنها محاصرة بين رغبات جماهرية متضاربة وتحاول التوفيق بين المطالب المختلفة في حين انها تمرر من تحت الطاولة مخططها لتغيير ديمغرافي في العديد من مناطق البلاد الثائرة عليها اشتركوا في القناة